مشاهدين المحترمين سلام الله عليكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بعد التاسعة طبعا في البداية نستعرض وإياكم أهم الأخبار حتى اللحظة طبعا آخر خبر هو إنهاء مهام مدير بريد الجزائر وتعيين مدير جديد لمؤسسة اتصالات الجزائر طبعا هذا حسب بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبعا حيث تم تعيين سيد حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لمؤسسة اتصالات الجزائر كما تم إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني طبعا مؤسسة اتصالات الجزائر وبريد الجزائر دخلت الأضواء بقوة في الأسبوع الماضية عقب مشاكل في سيولة لدى بريد الجزائر وأيضا مشاكل في سرعة تدفق الأنترنت وحتى حديث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول هذه القضايا في مجلس الوزراء ومطالبته المسؤولين بحل هذه المشاكل فورا لأن ما تسببه من قلق ومن تذايق لدى المواطنين طبعا هذه الإجراءات جاءت بعد إجراءات أمس مست ولات وولات منتدبين طبعا لعديد من الولايات طبعا رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع الولات اجتماع الحكومة مع الولات قال بأن سيحصل هناك إجراءات تدخل في إطار التقييم يعني الولايات الذين قبلوا بلاء حسنا سيواصلون مهامهم ومن كانوا عكس ذلك فإن هناك إجراءات سيتم اتخاذها طبعا أمس شاهدنا كيف تم إنهاء مهام عدد من الولايات وإجراءات تم اتخاذها طبعا اليوم في هذه الحلقة سنحاول أن نتحدث حول أهم الإجراءات إجراءات الحجر الصحي وحتى رئيس الجمهورية قام بتعديلات حول قانون الصحة في الجزائر سنتحدث حول أهم ما جاء في هذه الإجراءات ومواضيع أخرى ربما أهمها قضية المشعوذين والشعوذ التي للأسف عرفت انتشارا كبيرا أو أخبارها هزت الجزائر بعد مشعوذة بسة وما شاهدنا تلك الصور المؤسفة والصور التي تقشعر منها الأبدان صور أخرى هذه المرة لمشعوذ تم إلقاء القبض عليه في ولاية غليزان تحدث حول هذه الظاهرة في عام 2020 هل ما زالت هذه الظاهرة المؤسفة والشيطانية منتشرة في الجزائر كما تحدث حول قضايا أخرى داخل الجزائر وخارج الجزائر بداية نرحب بالزميل محمد سلطاني أهلا بك مرحب بك علي ومرحب بظيوفنا الكرام واليوم ضيوفنا الكرام متنوعون معنا اليوم البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أهلا بك بروفيسور شكرا على الاستضافة اليوم من جانب الطبي جانب التأليف رحوا حتى الشعوذة اليوم وحتى الرياضة والفن أهلا بك بروفيسور الله يبارك فيك شكرا مرحبا معنا أيضا الفنان سي رحيم جربوعة أهلا بك ربي أحفظك أخياء إن شاء الله نشكركم على هذه الدعوة وإن شاء الله وصافي بليزيراني مع أخوتي طبعا ولا أستطيع احتلال لشعب فيهم أمين عبداللي سي أمين عبداللي أخويا علي أحبابنا وصحابنا البروفيسور بلما نسوا نشكركم على هذه الدعوة وإن شاء الله نكون أخفاف عليكم اليوم رانا معكم البروفيسور مانساج بصح نساء هذه النقطة على الهنودة هنا نعم نقطة على الهنودة اليوم نحن نطلبك تقلد لدونالد ترام ما ظنيتش نشبالك وما ظنيتش ما شيبالك من الحسر رح ترمفوضات خفز ما أولا ما شي كيستان تعان خاف منه ما تخافش منه نحن نظرك نقلد لغلي قدنا اللي فوقنا خاطئنا ربما نبدأ مع البروفيسور مصطفى خياطي أمس تمت إجراءات حول الحجر الصحي 19 ولاية تم رفع الحجر وتمديده في 10 ولايات نحن والكورونا والحجر الصحي وش من طريقة رانا رايحين فيه والله أظن أنه رانا بدنا نشوفه الضوء ونحن نفق الأمور ماشية نحو إن شاء الله رفع هذا الوباء ثم الإجراءات التي اتخذت أمس كلها في الحقيقة منطقية لأنها توازي المنحنة أو الانخفاض الملحوظ في الأرقام التي رأيناها خلال الأيام الماضية وإن كانت في يوم أو يومين كان هناك استقرار نوعي أو حتى ارتفاع لبعض الأرقام ولكن هي ربما كانت تعكس بداية الدخول إلى الشواطئ وإلى آخره ولكن مع هذا هذه الأرقام لم ترتفع بصفة بلحوظة معنتها أنه صحيح أن الفيروس مازل موجود وراهي حوم ولكن بصفة عامة ما نراه الآن في أوروبا وحتى في كثير من القرارات الأخرى هو أن الفيروس فقد جانبا من قوته وفعاليته وضراره لأنه كنا خايفين بروفيسور لما تم الإعلان عن الرفع الجزئي للحجر الصحي وفتح الشواطئ وفتح المقاهي والمطاعم والفنادق وما إلى ذلك كنا خايفين نشاهد بؤرة جديدة وارتفاع جديد لكن الأرقام عكس ذلك حقيقة لعدة ربما أسباب السبب الأول هو الإجراءات كلها منذ ربما مشكلة 15 جوان و17 جوان حيث كان ربما الإجراءات ورفع الحجر متسرع نوعا ما أدى إلى ارتفاع الأعداد فيه أواخر جوان وبداية جوية منذ ذلك الوقت الأمور الآن أصبحت أكثر تدرجا فخطوة خطوة وهذا ما يفسر ربما الحالة التي رأنا فيها والتي تعتبر حسنة الأمر الثاني هو كما قلت لك مشكلة أن الفيروس الآن بدأ يفقد جانب كبير من قوة تعه نعطيك مثال مع ارتفاع عدد الكشوفات البيولوجية في أوروبا مثلا في فرنسا الآن وصلوا إلى 750 ألف كشف يومي هذا ما خلى ربما 7000 إصابة يومية أو الأمس ولكن هذا عدد الإصابات صفر دخول إلى المستشفى أرىنا الآن في حالة استثنائية وحتى هنا ربما في خبر أيضا في المستشفى الجامعي في قسنطينا حديث حول أن مصالح الكوفيد خفع لها الضغط أرىني جايلك فرنسا في حالة استثنائية وإن كانوا وباء بدون مرضى هذه هي الحالة التي رنسا فيها أولا هو انخفاض الملحوظ لعدد المرضى لرهم يدخلوا إلى الإنعاش أصبحنا في 20 تقريب أو أقل هذا مهم جدا معنى أن الحالات الخطيرة أصبحت عددها منخفض ثانيا حتى وإن كان عدد الإصابات تبقى إصابات إذا كانت الإصابات بدون أعراض وبدون مرض مش مشكلة كما هو الحالة الآن في أوروبا هذا ما يعنيش أننا لازم نترك كل الإجراءات ونقول بالأمر تنتهى الأمر لم ينتهي لأن منظمة صحة العالمية دائما تردد يجمع الكورونا مازال خطر محدق مازال خطر انتشر واستعدوا لكي تعيشوا معه وعطتنا سيناريوهات يقول البعض غلب عليها الطابعة التشاؤمي صح في الحقيقة نحن لازم نأخذ بعين الاعتبار التجارب انتع الدول التجارب المربحة مثلا كوريا نظن أحسن مثال هو تاكوريا الآن كوريا عندهم ارتفاع لعدد لعدد الإصابات ولكن بدون دخول إلى المستشفيات ومع هذا جدت الإجراءات كل الإجراءات خاصة الإجراءات التي نعرفها هو استعمال القناع التباعد الاجتماعي والتعقيم وهذا مهم جدا وأستاذ كاين يقول كذلك بأن المرضى الذي يشدهم في المستشفيات هنا في الجزائر ليس بالضرورة بسبب كورونا يعني احتولوا ويتشد في السيرفيس كوفيد ليس بالضرورة بسبب الكوفيد ولكن للأمراض الأخرى صحيح ربما سكر ربما ضغط الدم لا هو صحيح هو أغلب المرضى ليوصلوا إلى المستشفى صحيح أن الكوفيد هو السبب الأخير ولكن كان أسباب أكبر من قبله وهي الأمراض المزمنة سواء كان مرض سكري أو ظهر تفعض أو أمراض أخرى مزمنة وهي التي تسبب في الحقيقة نقص في المناعة وبالتالي تعطي للكوفيد ربما قوة كبيرة لأنه الآن إذا قررنا ما يجري في القارات الأخرى خاصة في أوروبا والآن بداية في أمريكا مثلا في نيويورك نشوف أنه الكوفيد أصبح يعني على نفس المنوال من الفيروسات الأخرى مثلا الكورونا فيروس التي هي عائلة فيها أربعة كورونا لتمثل الإنسان ولكن كذلك الفيروسات الأخرى كما رسبيوترسينسيسيسيال يعني بعض الفيروسات اللي عندها اختصاص أنها تمثل رئتين ربما نسق سوي سمح لي ثاني سمحني بركة أستاذ نقطة مهمة كذلك في مسألة كورونا حبيت نسق سي الأستاذ نحن ندخلين على فصل الخريف أستاذ فصل الخريف معناها بعدها مباشرة ربما الجيشتار ربما الخريف يكون بارد شوية كين دوتاز كين اللي يقول بي أنه ربما رح تجي لغريب يعني الموسمية الموسمية ربما سيضع بعض في الجزائر وكين النوتر سيناريو هو أنه كل الجزائرين يدخلوا لديارهم الخمسة العشية الناس كامل في ديارهم هل هذا رايح يعني يساهم تخفيف على لكن قبل الخمسة العشية سلطان لا ففشتع لي هتفتح المدارس والجامعة لا ولكن الخمسة الست الناس كامل دخول هو نشوف تجربة تجربة إنسانية مع الفيروس هو أنه لما يطغى فيروس مثلا تجيه جائحة أو وباء كبير جدا فالفيروس تعليجي بهذا الوباء هو يكون الأقوى ويبعد كل الفيروسات الأخرى يبقى هو الوحيد في الساحة لما الفيروس هذا يفقد القوة تعود يوليه في نفس المستوى مع الفيروس الأخرى ففي إمكانية أننا ابتداء من أكتوبر راح نشوف رجوع الأنفليونزا ورجوع الأمور الأخرى في نفس المنوال ولهذا كذلك لازم نتفطل لازم نرفع من واتيرة ومن مستوى ومن عدد الكشوفات البيولوجية حتى يتسنى للأطباء معرفة من هو الفيروس الذي يؤدي إلى هذا سيأمين عبداللي ربما نترى بأنه نحن نتحدث على الأقل نحن في الجزائر خلاص يعني الكورونا ما أوليش تسبب ذلك الهاجس النفسي تقلق بالكورونا لا أصرات الطبيع ما تطبيع مع إسرائيل تطبيع مع الكورونا علي نجد نجد هنا نتحدث في واحد لا 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 أستطيع احتي للأسعب علي ريبون دي علي ريبون دي لا أسعب حبيت نقول بالسيأمين من البلدة يعني عاش تجربة صح سمع أنه ما يحكي أو البقرة وللأسف ركب دي تسترجع الرياضة تعكم في الكورونا على حسب الأرقام الأخيرة على حسب الأرقام الأخيرة الحمد لله ما كانوان إن شاء الله هي أي حاجة أي حاجة تجي دون الدب تبدأ عنا حاجة أي حاجة تكون مرض تكون سيلا مضى عنا في الدين على حسب هذا الكوفيد 19 نحن لا نعرف لم نعرف ما نعرف إنسان في غريب تحكم كنف كيسيل كحاس غير وتبرى وسلم عليكم شوية تيزانة وشوية كافور وروح من هذا الكوفيد يقتل الناس لم يكن تعرف يتعرف يتخذ الاحتياطات تحاول إذا كان يحترموا المسافة هذي بلك اللي خلات الناس شوية تكون تكون تامين وش بسكو البروبلم تعود بسكو الري رابيد فلا كونتامينا هذا هو نقطة القوة وهي هرشي ومبعد كانت بليدة بليدة كورونا كورونا ويقول العالم كي ولا العالم ويقول لك الصامت يغلب القبيح احنا صامتين والكورونا قبيح قضينا عليها هذي ما نقبل هاشا لا زادوا شوية في الحضران الناس كانت تخوف حاطين بليدة باللي زدمت عليها الزومبي شغول الزومبي الناس تمشي في الزنق طائحة دعت واحد الواجه واحد السينالي وذاروه هي كانت نورمال عادي الناس تمرات تروح المستشفى يحكم بعدها قال لك تقود في دارك في المنزل هذا مكان ما يش فريمو سمعت القرار تغلق ولاية البوليدة نفسيا كيف حسيت الله العظيم يا جماعة كنت نتورناج هذه كلا بريود كنت نخرج من بليدة ونتخل البليدة وكنت دون زينا بارتو مو كنت نتورنية وانسي خافت ولكن نتخل بليدة عادية ونخرج بليدة عادية وما كاش بيكي غلقوها غلقوها سي نورمال وما حبو يسنتراليزي وقال هنا ونرى ولكوفيد 19 نغلقو عليها ولكن ما يجي 12 في ولاية ودخلين وطبناها ومشيت الأمور نورمال عادية مكان حاجة سير رحم جربوها تجربتك مع الكورونا بداية المخاوف وبعدين نتولفناها والآن أعتقد أنه خفت شوي هذه الرهبة النفسية صح التعبير مع الدبو سي تطافي نورمال خفنا على الوالدين طبع يرأس جور ونرى لك حتى لها الدقيقة شغل الوالدية منسلم شعليهم سيدما كما يقول لك سي أنسو بازال على بريونسون نالي من الانترونسون الوقاية خيرون من العلاج جو بريفر أقول الله أخبر الموت توحش تخالي توحش تعمومي توحش عن بعد جو بريفر عباك سيتوش بس تلحق العيد العيد الموسم متاع العيد ما تروح تسلم عليهم ولا تغافرهم نحنا ماشي ماشي مربيين عليها ما كي بيقول فوسة ضبطي واحد يدير واش لازم عليه ومرحبا بها كي ما نقول اكتويا المون والفناها أنا نعيش بها عيش بها نورمال اكتويا المون جو سي بليساتيوبا ما تقتلش كي ما قال للبروفيسور نقص واسبوتها عندي بزاف صحابي يتقاسو بها ريساما داوة وطر تلت أيام براورة بنورمال الحمد لله والخدمة ليتوا تخدموا شوية شيخ الخدمة ما زال واشنو يعرضونا كي ما الجمعة ان شاء الله أني معرض في المليانة يعرضونا هكذا قاعد وشنو انتر أرتيست كي ما خويا سيد أحمد هذا لنحي سيد أحمد سايح ان شاء الله الجمعة ان شاء الله هن عندو نقعدو انتر أرتيست وسي تنشجمون وحد يبدل شوية ولكن دوران لسيمو ما تقري من الفنانين يبدو أن المخرج يستعجلنا باش نسمعوا حاجة تفضل سيراحي نحن نخدم أخويا نشي من سي هذي في خطر أسامة مخرج ساعنا ان شاء الله يوم كاشو مومو يوم أسامة يا غربتي يا غربتي يا غربتي في ملاد المص يا غربتي يا غربتي في ملاد المص من بعد ما كنت خريح يا غربتي في ملاد المص من بعد ما كنت خريح أرجعك تطرر لي هدا اللي كنت فتا ورجعك الحمس واتوب 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 أنا اللي كنت أنا اللي كنت تطبر علي النغس لي هدا يوم نحن أجل وأعلم أم يا غربتي عام أنا والنا والسماعين تبنى والحضرين هذا غشب لي ما مصر وعبا بيكابلين من شدة فاسق البناني بصر باتريحية والعقل لحكيها ورسلاني ومجب عفا في الفريان ومجب بيستي سبباني وشعارها كامي مصر باتريحية والعقل حكيها ورسلاني ومجب عفا في الفريان طبعا سي راحيم سنعود إليك بعد قليل هذه حاجة خفيفة استفتاحية لكن سي عبدالله غني شعبي ماشي هندية شطحشية هندي مع شعبي يعني كنت مع شعبي طبعا آخر تماما حاجة واحد أخرى ماشي لفاصون هذيك اللي منعرفوها هذا هو الإبتكار الإنوفاسيون لازم نخرج من الطرق المعبدة كما أخي محمد قلت لكم قبيلة قلت لك تعجبني بزاف انت والأخي علي فرسك تخدموا لفاصون تاعكم جديدة أنا أخي علي ولا تكيد تكونوا تهاضروا ولا غير تشبدني داير اللي يزي يسرم حاجة فاهمت أنا نحب واحد اللي يخدمها صافة صان فاهمت كنت إليه لا تمرك بلي ديالو فورسي الله أنا نحب نخدمها أنا اللي كانت عجبتني في الفنانين تاعنا كان الفنتهم مناسبات بار اكزمب كي تكون اللي كي تنصونا يقولوا قاعدنوا اللي كي تنصونا كي تكون كاش عافسوا الكورونا ما كاش اللي يغنى عليها لا لك أنا أستنى في أعمال فنية ربما انتوما ينين شيخ ينين لكن أغنى عليها بهدف يعني تضاموني يعني يعني جملة من توجيهات الإرشادات طبعا هو أحب يقولي لازم تغني عليها بيعني جانب تحدي عليها البصل الحمر هاديه هاديه هو جانباش يعني بصح هو عن باله بحمرون هذي كل البصل الحمر والله غاسمي كولور بريفيري يوم عندي البلو عندي الفارع عندي الروج هذي نحبهم هذي أعرف جيسامبي خضروا بيضة جيسامبي لا جيسامبي جيسامبي هاي طلعت خضروا بيضة هذيك طبعا رح نتحتو فيما بعد ربما الأعمال الفنية أكيد ربما رمضان الجاي على ما أعتقد موسم رمضان هو موسم متعنا في الفن طبعا هو الموسم الأساسي هل الكورونا رح تكون حاضرة بان شير لازم تكون حاضرة خلوها بعد الفصل بيحول الله وبعد الفصل بيحول الله نتحدث أيضا حديث كبير خلال الأسباع الماضية حول لقاح الكورونا لكن الآن خفت هذا الحديث لماذا؟ فاصل ونواصل موسيقى